موسيقى الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد داتي موسيقى بتوجيهات من الرئيس السيسي المعدات والمصرية تواصل إزالة أنقاض المنازل المهدمة بغزة تمهيدا لإعادة الإعمار موسيقى وقاعدة إن الأسد الجوية حاولت استهدافها موسيقى موسيقى أتسعت صباحا في القاهرة السابعة بتوقيف جرينلتش موجزون إخبارية تيكو من أكسرا نيوز أهلا ومرحبا بحضراتكم ازتقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صرح بذلك السفير باستمراضي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية تنفيذ لتوجات الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل المعدات الهندسية والأطقم الفنية المصرية عملها في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة يأتي ذلك في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصر بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات العاصمة الإدارية الجالي تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية والحدائق المركزية ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي وأكد مدبولي أن العاصمة الإدارية الجديدة هي مشروع المستقبل الذي تعول عليه الدولة لإعلان ميلاد الجمهورية الثانية بعد الانتقال إليها وفق ما أعلنته القيادة السياسية وصعد رئيس الوزراء إلى الدورة الخامس والسبعين من البرج الأيقوني حيث اطلع على أعمال تنفيذ الواجهات والهيكل وتمكن من رؤية بقية الأبراج في الموقع أعربت مصر عن بلغ إداناتيا للهجوم الإرهابية الذي شهده إقليم ياجا شمال بوركينفاسو وأسفر عن مقتل أكثر من مائة من المدنيين وأكد بيان لوزارة الخارجية وقوف مصر حكومة وشعبا جنبا إلى جنب بجوار دولة بوركينفاسو الشقيقة وتضامنها معها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب في العراق أعلنت خلية الإعلام الأمنية أن منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار تصدت لطائرتين مسيرتين وتمكنت من إسقاطهما ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه باستخدام طائرات مفخخة ضد قاعدة عين الأسد التي تستضيف جنودا ومستشارين أمريكيين هذا وأعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي سقوط صاروخ في محيط مركز بغداد للدعم الدبلوماسي بالعاصمة العراقية بغداد وأقل العقيد واين ماروتو المتحدث باسم التحالف على تويتر أن الحادث لم يسفر عن إصابات مشيرا إلى بدء تحقيق شامل لملاحقة منفذي وأضف أن كل هجوم ضد الحكومة العراقية وأقليم كردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون وسيادة الوطنية العراقية قال قصر الإلزي في بيان أن الرئيس الفرنسي أمينويل مكرو أبدأ دعمه الكامل لسيادة العراق في اتصال مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقال الإلزي أن مكرو أشاد بدبلوماسية التوازن التي ينتهجها العراق مؤكدا عزمه على الالتزام بدعم العراق لتحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط كما أبلغ الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء العراقي قلقه حيال الأحداث الأخيرة التي وقعت في بغداد دون تفاصيل إضافية أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة قت قوات الحوثي تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية قال التحالف في بيان أن قوات الحوثي تستمر في استهداف المدنيين والعيان المدنية وأكد أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والعيان المدنية من المحاولات العدائية أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 799 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات لارتفع إجمال المتعافين من الفيروس إلى 195871 وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 821 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس لأفتا إلى وفاة 41 حالة جديدة وأذكر مجاهد أن إجمال العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 267171 حالة من ضمنهم 15309 حالات وفاة أظهر إحصائه للويتز أن أكثر من 172 مليون أن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم ووفق الإحصائات فقد وصل إجمال عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3.865.000 وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019 نهاية الموجز لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتكم موقعنا على الانترنت اكترانيوز دوت تي في كما يمكنكم متابعتنا على موقع التواصل الاجتماعي في اسبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب شكرا لكم على طيب المتابعة شكرا لكم على الانترنت